من حالة انسداد ظلت جاثمة على قلب بغداد السياسي إلى تلك الصورة غير المعهودة صورة بدأها أنصار تيار الصدري بتظاهرة فاعتصام مفتوح تحت قبة البرلمان بعد أن وجدوا خيار الشارع حلاً بديلاً عن طاولة الحوار صورة ثانية تشكلت ملامحها بألوان الحذر والترقب تلك التي أعلن فيها الإطار التنسقي خروج أنصاره في تظاهرات تؤيد الشرعية لأجل العراق بعنوان معلن عنه مسبقاً وبهذا تدخل المنطقة الخضراء مشاهدة تاريخية لم يسبق أن شهدتها من قبل أمين عام حركة العصائب قيس الخزعلي وجه متظاهري أنصار الإطار بعدم التقدم شبراً واحداً داخل الخضراء الصورة من خارج بغداد ضربت أصداؤها المنطقة والعالم بردود فعل واسعة المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش أكد أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها البرلمان العربي طالب في بيان له جميع القوى السياسية العراقية الوطنية الفاعلة بضرورة الاحتكام إلى صوت الحكمة والجلوس على طاولة حوار وطني بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق دعت القوى السياسية إلى حل القضايا الخلافية عبر الحوار السياسي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جودريتش دعا الأطراف السياسية إلى التهدئة والارتقاء فوق خلافاتهم إذن حالة ترقب من درجة إنذار قصوى تكتنف دول العالم في متابعة ما يجري في بغداد سيما بعد أن تحول المشهد إلى فرض الكتل السياسية رسائلها في الخضراء وتحت القبة بعد أن غاب الحوار واختفت طاولته وذهب سياسيها كل إلى غايته حفاظا أو كما قالوا حفاظا على مصلحة وطن اسمه العراق ترجمة نانسي قنقر